هنروح للأخبار المحلية مصر بتستضيف كأس العالم الخماسي الحديث على ملاعب الجامعة الأمريكية طبعا المهند شريف العليان بالتعاون مع الجامعة الأمريكية جاهزوا يعني الملاعب هناك بشكل جيد لإستضافة كأس العالم وطبعا 12 لاعب بيشاركوا بيمثلوا مصر في هذه البطولة 6 لعبين و 6 لعبات بفكر حضراتكم ان الخماسي الحديث حجس 3 مقاعد الحقيقة في بطولة الألمبياد القادمة مقاعدين للرجال ومقاعد للسيدات وما زال كفاح التأهل شغال وكأس العالم دي أحد المحطات المهمة الخماسي الحديث دم حضراتكم عارفين بيبقى خمس ألعاب بيتلاعبوا بتاخد أعلى سكور فيهم بتبقى أنت البطل الجهاز الفني المنتخبنا الوطني الأول للخماسي الحديث أعلن قائمة الفرعنة اللي بتستعد لبطولة كأس العالم ونتتلاعب على ملاعب الجامعة الأمريكية في الفترة من 5 إلى 10 مارس طبعا الجندي دي صورة الجندي بطلنا الكبير قائمة المنتخب دي بتضم 12 لعب وواقع 6 لعيبة وزيهم لعبات وجات القائمة كالتالي اللعيبة هم أحمد الجندي وأسلام حامد مهند شعبان أحمد أشرف محمد الجندي معتز وائل أما اللعبات هيدي عادل سلمة أيمن أميرة أنديل وملك إسماعيل وزينة عامر وفريدة خليل وفيه خمسين دولة أكدوا مشاركتهم وتلاقي العدد الكتير أول مرة دي لأنه خلاص انت أمطار قليلة قبل أولمبياد بريس فكل عايز يشارك عايز يجمع نقاط من الدول المشاركة الأرجنتين استراليا لنمسا بلجيكا البرازيل بلغاريا بوركينا فاسو كندا تشيلي الصين تشيك استونيا فنلندا فرنسا جورجي ألمانيا بريطانيا اليونان جواتيمالا المجر الهند أيرلندا إيطاليا اليابان كزاخستان كوريا كويت كيرجستان لاتفيا لتوانيا يعني إلى آخره خمسين دولة الحقيقة مشاركة في هذه البطولة طبعا بالإضافة لأمريكا كرواتيا لتوانيا سربيا يعني فرق الدول العظمى في الخماسي والحقيقة أنت من أحد العظماء في هذه اللعبة النهاردة أنت عندك حتى الكوس الفردية على مستوى العالم أنت بتاخدها فيه ست من أصل خمستاشر كأس عملهم الاتحاد الدولي من الألقاب أحسن مدرب أحسن لعبئ الحاجات دي كلها أنت ستة منهم واخدهم فأنت النهاردة دولة عظمى في هذه اللعبة البطولة دي من أهم البطولات العالمية واللي بتحظى باهتمام اتحاد الدولي اللعبة ويشارك فيه عدد كبير من اللعبين العالميين الألقابيين لأن اللي بيفوز بيها بياخد نقاط كتير جدا وعندنا لسه لعبة بتكافح عشان تاخد بطاقة التأهل للألقابيات زي ما كل لعبة العالم بتحاول كده طيب الخماسي هو فيه خمس ألعاب أنت بتشتغل عليهم أو بتلعبهم أتا تايم في نفس الوقت بتلعب فيه أيام فيها منافسات والأيام التانية فيها منافسات بتاخد ترتيبك بالمناسبة برضو خلينا أشرح لكم الخماية الحديث ممكن اللعب يبقى مميز في الرماية فيه لعب ممكن يكون مميز في الجري خلينا أقول لكم الألعاب كده وبرضو يعني فكروني لو ناسي حاجة الفروسية طبعا عندك الرماية عندك الجري عندك السباحة على ما أتذكر وعندك السلاح دول الخمسة اللي انت بتلعبهم فيه لعبة بتبقى مميزة جدا ولازم على فكرة تبقى مميز في الخمسة أنا هتلاقي مثلا الجندي بيلعب مع منتخب مصر للسلاح وبيتمرم معاه بيلعب في السباحة يعني طبعا مش لازم يكون بطل يعني في السباحة في حد ذاته ولكن لازم يجيب أرقام جيدة فالنهاردة تخيل انت لعب أنا بس عايشكم كده تتخيلوا معايا وأنا بحب ما قولش الخبر كده يعني احنا السادة المشاهدين أه خبر مهم ولكن عايزة طلع معلومة أودي معلومة للمشاهد من خلال الخبر النهاردة تخيل انت كده لعب بتلعب الخمس ألعاب دي أنا ساعد بيعني يعني اللعيب اللي بيلعب مثلا سباحة السباحة هلكا بيلعب يقوم الصبح يتمرن طب انت بتلعب خمس ألعاب هتلاقي وقت منين ان انت تتمرن خمس ألعاب دي يعني لو قلنا مثلا انت بتتمرن ثلاث أيام سلاح وثلاث أيام فروسية طب والثلاث ألعاب التانيين هتمرن ايه هتمرن امتى الجري هتتمرن امتى الرماية هتتمرن امتى مثلا الفروسية فالنهاردة موضوع صعب موضوع كارثي النهاردة انت عايز في الخماسي تتفرغ اليوم كله تتمرن سبع وتمان ساعات خلينا اقولكم مثلا لعبة زجاري عايزة نوع معين مجود بدني بتخرج منه تروح للفروسية عايزة تكنيك وعايزة منتلتي او عايزة منتل شغل منتل اكتر ازاي تتحكم في الحصان النهاردة انت عايزة الرماية عايزة تركيز عالي وكناي ووكل كويس ومركز كويس تروح على السباح عايزة فرق وشغل وتأديف بيدك ورجليك موضوع الكارثي الخماسي الحديثي النهاردة عشان تبقى انت دولة عظمى فيه وصاحب مداليا فضية في المنبيات اللي فاتت واحد مرشحين مداليا او اتنين ده جينا تيجي تشغل كبير واحنا كنا عملنا حلقة من ثلاثة اربع حلقات وجينا المهندس شيفي عنها استضفناه وستضفنا محمد مدير التسوير في الاتحاد وشفنا قصة عظيمة للنجاح لهذا الاتحاد مع اللعيبة كمان نهاردة اللعيبة قاعدة كبيرة بتطلع الهرم للست الاثناشة اللعبوا لعيبة لهم ستة رجال وستة سادتين شايفينهم دول موضوع في الخماسي صعب جدا من الألعاب اللي بتحظى باهتمام كبير في لجنة الولمبيات الدولية لان هي خمس ألعاب زي ألعاب القوة زي مثلا الألعاب اللي بتحظى اهتمام كبير في الولمبيات الدولية السلاح مثلا في ألعاب كده مميزة وعريقة وقديمة في اللجنة الولمبيات الدولية كل التوفيق لمنتخبنا في الخماسي نتمنى تأهل أكبر عدل من اللعيبة للأولمبياد عشان حقيقة ناخد فرصة أكتر لتحقيق ميدالية الأولمبياد